اشتركوا في القناة رجعوا الموضوع دينا اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات مشتبه في اصابتها بجدر القرادة جاء ذلك في تصريح لمنصق المركز الوطني لعملية الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معادل مرابط واكد المرابط ان هذه الحالات في صحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة وخدعت للتحاليل طبية في انتظار النتائج وابرز المسؤول ان وزارة الصحة تفاعلت بشكل سريع مع الانذار العالمي المتعلق بجدر القرادة مضيفا انه تم منظومة للرصد الوبائي والمراقبة لحالات قد يشتبه انها حالات لهذا المرض وتم تكوين الاطر الصحية واخبارهم بمرض جديد لم يسبق له ان كان في بلادنا ولم يسبق ان سجلت حالات في بلادنا وابرز ان هذه المنظومة تقوم على تعريف للحالة اي الحالات المحتملة حالات مؤكدة وكذا طريقة العناية والتعامل معها والتعامل مع مخالطيها مشيرا الى ان هذه المنظومة اعطت اكلها وتم تسجيل اليوم ثلاث حالات مشتبه فيها واردف المسؤول الصحي ان هذه الحالات توجد بصحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية مضيفا انها خدعت للتحاليل الطبية في انتظار ظهور النتائج